مكتوب أحبائي تحب الرب يعني كل الكتاب المقدس ملخص يعني كل النموس ملخص بواسيطين إذا بتتذكروا قال يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك ومن كل فكرك يعني مدرك صاحي عارف مش محبة هيك عشوائية هوائية لا لا من كل فكرك مدرك هذه المحبة والمحبة التانية تحب قريبك كنفسك لأن هاي المحبة هي مكتوب عنها تكميل النموس يعني كل العلاقات وكل التعليم وكل الوصايا الذي يحبني يحفظ وصياي هي في هذا الإطار بتحب الرب وبتحب قريبك كنفسك في أبسط من هيك لكن برضو إلها أبعاد وفي إلها كمان مسئولية فالمحبة اللي إحنا بنتكلم عنها أحبائي هي الأساس هي أساس المسيحية لأنه لا مسيحية بدون محبة وعلى فكرة هاي المحبة ما بتشوفها في أي ديانة أخرى تعبير المحبة إن الله بحب محبة غير مشروطة بغض النظر لا آلهة اليونانيين ولا زردشت ولا الرومان ولا حتى أي يعني تقاليد اليهودية ولا حتى حتى في الإسلام في تسعة وتسعين اسم أسماء الله الحسنى أقرب اسم يمكن الله الودود بس الودود مش المحبة لأن المحبة طبيعة الله فالإنسان إذا افتقر لهذه المحبة شو بدي يكون فإذن هاي المحبة يعني هي محبة غير مشروطة هي المفتاح لكل شيء يعني السؤال اللي عاوز أسأله أحبائي بدون محبة ماذا نكون يعني إحنا متكلم كبشر يعني إذا ما فيش محبة كيف بدك تحب زوجتك أو زوجك كيف بدك تحب أولادك كيف بدك تحب الناس كيف بدك تحب البشر كيف بدك تحب الله فإذن فقدان المحبة أنت بتتحول إلى شيطان ما فيش طريقة تانية لشرح هذا الموضوع وبصراحة عالم خالي من المحبة هو عالم مظلم عالم خطير فالمحبة تحررنا من الخوف لأن المحبة الكاملة تطرح تطرد الخوف إلى خارج لأنه من خاف لم يتكمل في المحبة محبة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة